دكتور يسين الجفري لاستكمال الحديث عن هذا الأداء دكتور يسين كيف تقرأ لنا ما يدور في السوق في جلسة هذا اليوم في ظل هذه البداية التي لا تعني تراجعات قوية ولا تعني وجود دعوم قوية كذلك بالنسبة للسوق خاصة مع القصة المساويات 6800 نقطة يوم عمز أعتقد أنه ما فيش أي معلومات أو بيانات تستطيع أن تأدي إلى أن السوق تحفز بصورة قوية أو أنه في نفس الوقت لا نجد أن هذه البيانات عدم وجودها بكل تأثير سلبي على السوق السوق أنا أعتقد أنه الآن فترة تسترخاء أكثر من أي شيء تاني وما أعتقد أنه اليوم في أحداث قوية على الساحة العالمية والمحلية ممكن أن نتأثر بصورة مباشرة وسلبية على السوق وتأدي إلى تذبذب وانخفاضه بصورة قوية السوق استمر الأسبوع الماضي فترة معينة كان مرتفع فيها ولابد أنه في عملية تجميع وتحقيق ربحية من قبل البعض يعني نوع من الاستراحة التي ستأدي بعدها ربما مع بدء ظهور النتائج إلى تغيير الاتجاه ورفعه لكن ليس سؤال لك أخ مراد إيش هو سعر الطرح حقا زين نعم سعر الطرح لزين كم اللي حيطرح بي سعر الطرح زين زيادة راس الماء أي نعم أجبنا أنك ليس لدي المعلومة آه أوكي طيب دكتور أنا كنت أريد أن أسألك عن الطرح الجديد أو الإدراج الجديد في السوق السعودي لأسهم توكيو مارين وهو الإدراج الثاني في هذا العام في قطاع التأمين وهو الإدراج الخامس في هذا العام هل تعتقد دكتور أن هذا القطاع يستوعب هذا الكم من الشركات التي نسمع عنها في كل مرة وتدرج في السوق السعودي دون أن تحدث تلك الطفرة النوعية أو النقلة النوعية في السوق ما في شك أنه بالنسبة لقطاع التأمين مرتفع عدد الشركات فيه وأعتقد أنه سنشهد مرحلة قادمة ربما تبدأ بعض شركات التأمين في الاختفاء لما تجي طل قطاع شركات التأمين تجد أنها تقدر تقسمها من أكثر من زاوية زاوية الأولى لو قسمتها من ناحية الشراكات تجد أنه بعض البنوك وبعض الهادي يوجد شراكات قوية مع شركات عالمية ممكن أن لها تأثير لا تنسى أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية كسوق واعد كثير من الشركات الاستثمارية العالمية لها رغبة في الدخول والاستفادة من الفرص وهذه تمت وتجد كثير من البنوك السعودية دخلت مع شركات تأمين بصورة قوية سواء كان الفرنسي سواء كان توكيو مورين سواء كانت الجزيرة كذلك تجد من ناحية رأس المال تجد أنه عدد كبير من الشركات رأس ماله صغير أو مخفض وسرعان ما تجد أنه بعد فترة من عمل هذه الشركات تبدأ الشركات في الإعلان عن زيادة رأس المال أو تغيير رأس المال وشفناها في أكثر من شركات أنا أعتقد أنه الاندماج وتكوين شركات ضخمة كبيرة أفضل مليون مرة من وجود 30 شركة صغيرة تتنازع السوق وما تستطيع أن تستحمل أو تستطيع أن تواجه أي عمليات مطالبة قوية مستقبلية ممكن تأدي إلى إفلاس البعض فيها فأنا أعتقد أنه لو تجي تنظر لخريطة العالم والمعظم دول العالم تجد أن السوق التأمين موجود في شركات تأمين وبعدين في موجود وسطاء وموجود الخدمات الأخرى المرافقة فأنا أعتقد أن السوق السعودي لو كان أمكن تخفيض عددهم من 30 شركة إلى 10 شركات أو إلى 8 شركات أعتقد أن العدد مناسب وملائم بالنسبة للسوق السعودي واستطيع أن يخدمه بكفاءة عالية وبربحية جيدة للكل ولو تلاحظ أن الشركات اللي رأى اسمالها قوي هي الوحيدة الآن اللي بتستطيع أن تستمر في السوق وبتستطيع أن تخدم السوق بدون إعطاء اسمالها طيب دكتور هذا يجعلنا نتسأل كذلك عن الخيمة المضافة التي تقدمها هذه الشركات للمواطن السعودي تحديدا ما في شك أن تأمين كخدمة مهمة جدا في إدارة المخاطر حق الفرد ويستطيع أن يخفضها ما في شك أن المنافسة القوية حيأدي إلى أن تتسعر الخدمة بصورة أو بأسلوب ملائم ربما هذه كانت رؤية المسؤولين عندما فتحوا المجال وتركوا الأكبر عدد ممكن في الدخول في السوق أن نضمن عملية التسعير أن تكون ملائمة وأن ما حاولت أن يكون السوق احتكاري لكن هناك من المتابعين من يرون أن هذا أحدث فوضى في السوق خاصة فيما تعلق بكسر سلم الأسعار والتنفس التي صار شديدة واصفحت مضرة بهذه الشركات والتي يمكن أن تنجم عنها كوارث بين خاصة المنسبة لهذه القطعة ما أعتقد أي سوق مالي إذا ترك له الحرية الكاملة في الدخول والخروج وبيدي نوع من المنافسة الحرة بيؤدي إلى أن السوق مهما كان أنه ينظم نفس السوق بعد فترة وبيستطيع أن يقدم الخدمة بصورة أفضل الاحتكار وترك السوق مغلق على الكل حيكون له ثمن خطير ونحن بنعاني منه الآن في القطاع البنكي نتيجة لأنه فيه احتكار محدد وفيه عدد محدد من البنوك بتخدم السوق وبالتالي تسعير الخدمة دوما ما بيكون بالصورة ولا بالشكل اللي بيتم لما تكون السوق حرانة ومن بالسوق الحر ومن بيترك المجال ومن بين المنافسة هي اللي هتحكم وحتأدي إلى تنظيم السوق فوضى في البداية قليل ما تأثر كثير لابد أن السوق ينظم وهذا بيزنس ولابد في النهاية أن نتم بصورة صحيحة لكن غلق السوق والتقفيل وإيجاد نوع من الاحتكار فيه ثمنه عالي جدا ترى وأسوأ نعم دكتور ياسين الجفري كان معنا مباشرة من جدة شكرا جزيلا لك على توجد معنا وطرح حلقتنا لهذا اليوم وأتمنى لك يوما سعيدا